بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب الأعزاء طلاب الصف السابع كل عام وأنتم بألف خير عدنا والعود وأحمدوا نبدأ فصلنا الثاني بإذن الله بالوحدة الثالثة من كتاب الجغرافيا ودرسنا الأول بعنوان سكان العالم وتوزيعهم ينتشر سكان العالم بشكل غير منتظم على مساحة اليابسة في الكرة الأرضية هناك مناطق يعيش فيها عداد كبيرة من السكان ومناطق أخرى يقل وجودهم فيها ويتوزع السكان على قارات العالم كما يأتي أولا توزيع السكان في قارة آسيا قارة آسيا هي أكبر القارات مساحة وسكانا فهي تشكل ثلث مساحة اليابسة يعيش عليها ما يقارب ثلاث أخماس سكان العالم في الكرة الأرضية يتركز السكان في آسيا في مناطق شرق آسيا وجنوبها انظر إلى الخريطة أمامك شرق آسيا التي باللون الأحمر وجنوبها أيضا باللون الأحمر حيث توجد أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان وهما الصين والهند ما أسباب تركز السكان في الصين والهند وجود أنهار في الصين والهند حيث تتوافر المياه والتربة الخصبة مما أدى إلى استقرار السكان في تلك المناطق أيضا الجزر مثل جزر أندونيسيا وجزر اليابان والفلبين وهي أكثر مناطق العالم الزحاما بالسكان بسبب البيئة والمناخ الملائم في تلك المناطق يقل عدد السكان في آسيا في المناطق الشمالية عند كلمة سيبيريا التي باللون الأصفر علل بسبب برودة الجو في تلك المناطق أو يقل عدد السكان في مناطق الجبال والهضاب في وسط القارة انظر إلى اللون البرتقال الفاتح واللون الأصفر في وسط القارة بسبب شدة انحدارها وصعوبة الاستقرار فيها فهي مناطق جبلية عالية وأيضا يقل عدد السكان في المناطق الصحراوية مثل شبه الجزيرة العربية علل بسبب ندرة الأمطار فيها وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية ننتقل إلى توزع السكان في قارة أوروبا في قارة أوروبا يتركز السكان في الجهة الغربية والوسطى من القارة بينما يقل تركزهم في باقي المناطق انظر إلى الخريطة أمامك هذه الخريطة تمثل قارة أوروبا انظر إلى مفتاح الخريطة اللون الأحمر أكثر من 500 نسمة لكل كيلومتر مربع هذه المناطق موجودة في الجهة الغربية والوسطى من قارة أوروبا كما قلنا سابقا اللون الأصفر أو المناطق التي يقل فيها تركز السكان تكون في شمال شرق وشمال وشرق قارة أوروبا لماذا يتركز السكان في الجهة الغربية والوسطى؟ بسبب توافر الموارد المعدنية بسبب توافر الغابات بسبب توافر المياه وهذه شكلت أساس لقيام النشاط الصناعي في أوروبا توافر التربة الخصبة وتمتحها بمناخ مطير حيث تتساقط الأمطار عليها بكثرة أدى إلى ازدهار النشاط الزراعي إذن نلاحظ خلو المناطق الشمالية من السكان علل لوقوعها في المناطق الباردة المتجمدة حيث أكثر أيام السنة في تلك المناطق عبارة عن ثلوج كيف يتوزع السكان في قارة إفريقيا؟ السكان في قارة إفريقيا يتركزون في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي لأن السكان في تلك المناطق يعتمدون على صيد الأسماك والتجارة البحرية أيضا حول الأنهار مثل نهر النيل في مصر والسودان بينما يقل السكان في المناطق المدارية التي تقع على خط الاستواء والمناطق السحراوية بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيها انظر إلى الخريطة أمامك عزيزية طالب اللون البني الغامق أكثر من 100 نسمة لكل كيلو متر مربع اللون الأصفر أقل من واحد نسمة وهي مناطق صحراوية ترتفع فيها درجات الحرارة كيف يتوزع السكان في قارة أمريكا الشمالية؟ السكان يتركز في أمريكا الشمالية في شرق القارة في المناطق السهلية مناطق سهلية صالحة للزراعة تطل على المحيط الأطلسي يتركز فيها السكان انظر إلى اللون الأحمر الغامق وأيضا يتركز السكان في الشريط السهل الساحلي الغربي عند كلمة المحيط الهادي ويعود هذا الاستقرار وتركز السكان في تلك المناطق إلى سببين السبب الأول استقرار الهجرات السكانية في قارتي أوروبا وآسيا على هذه السواحل والتنوع المناخي أدى إلى استقرار السكان في الأقاليم المناخية الملائمة التي يكون مناخها معتدل وتتوافر الأمطار فيها انظر إلى الخريطة أمامك يقل السكان في شمال القارة في المناطق ذات اللون الأصفر بسبب انخفاض درجة الحرارة أيضا وسط قارة أمريكا الشمالية يقل عدد السكان أيضا من لون الأصفر بسبب المناخ الصحراوي الجاف فيها كيف يتوزع السكان في قارة أمريكا الجنوبية؟ يتركز السكان في الأجزاء الشمالية والشرقية والغربية للقارة انظر إلى الخريطة أمامك المناطق التي باللون الأخضر الغامق يكثر فيها ويتركز فيها السكان وهي مناطق تقع على مناطق البحر مثل محيط الأطلس المحيط الهادي والبحر الكريبي كما ترى أمامك مناخ هذه المناطق معتدل ويعتمد سكانها على حرفة الصيد وتجارة البحرية يقل عدد السكان في وسط القارة الأخضر الفاتح وجود نهر الأمازون في تلك المناطق والمناخ الحار الرطب أدى إلى عدم تركز السكان في هذه المناطق أخيراً القارة القطبية الجنوبية هذه القارة تخلو من السكان بسبب التراكم الثلوج الدائم فيها باستثناء بعض البعثات العلمية والاستكشافية لعدد من الدول مثل أمريكا وكندا وبعض من دول أوروبا يعطيكم ألف عافية نلتقل مرة القادمة بإذن الله